نموذج جديد من نمازج توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من شركة ByteDance ByteDance بتقدم نموذج C-Dream 3.0 هذا النموذج الرائع في النتيجة اللي هتحصل عليها من صور لحد 2K دقة وجودة وأيضاً قدرة على كتابة التكست بشكل دقيق داخل الصورة ودي حاجة من الحاجات اللي بتهم كتير جداً من صناع المحتوى اللي عايزين يحصلوا على صور داخلها تكست مكتوب بشكل صحيح نهر دا إن شاء الله هنجرب مع بعض C-Dream 3.0 وهذا الموقع اللي احتل المرتبة الثانية على Artificial Analysis Image Arena Leaderboard هو في المرتبة الثانية بعد Open AI GPT4O هذا الموذج اللي بيستخدم في إنتاج الصور بالذكاء الاصطناعي واللي اتكلمنا عنه كتير واللي كان آخر فيديو لنا عنه الستايل اللي انت ممكن تستخدمها عشان تنتج لك صور رائعة بستايل أرتس مختلفة النهر دا هنجرب مع بعض C-Dream 3.0 على موقع Dreamina وهذا الموقع تابع دي CapCut يلا بينا تحوش في حتة هنرجع لكم مرة تانية ورجعنا لكم مرة تانية على موقع Dreamina.CapCut.com زي ما انتوا شايفين كده من الدومين هذا الموقع تابع لي CapCut حطي لك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو جبت لكم مجموعة من الأوامر من شهد GBT وخليت الأوامر دي تكون Cinematic Scenes دي مشاهد سينمائية لأن من المفترض ان احنا نختبره في جودة 2K ونشوف النتيجة بتاعته حتكون عاملة ازاي علشان نختبر هذا الموضل بنبتدي نروح لل Image Generator ومن Image Generator بنبتدي ان احنا نحط الأمر اللي احنا عايزينه وبعد كده بنختار الموضل وهذا الموضل هو Image 3.0 by C-Dream 3.0 وهنا تقدر انت تختار ال High 2K وال Standard 1K واحنا هنجرب ال 2K يلا بينا نشوف مع بعض أول أمر حيكون ايه وطبعا فيه كمان إمكانية للريفرانس ان انت تحط Image Reference لو انت عايز تنشئ صورة بشكل معين فبتحطها كريفرانس للصورة الجديدة اللي انت حتحصل عليها ايه دي اول أمر معايا هنا هبتدي ان اختار ال High 2K وبالنسبة لي Dimensions هخليها 16-9 وهي موجودة في الأمر لو Generate هيبتدي يولد الصور حتى الآن زي ما انت شايف كده احنا بنختبره بشكل مجاني تم توليد الأربع صور دي أول صورة دي تاني صورة ثالث صورة رابع صورة فانت بتشوف أفضل صورة ايه وبتبتدي ان انت تستخدمها الصورة دي حلوة جدا لو انت عايز ترفع جودة الصورة في الحالة دي انت بتبتدي تدوس على Up Scale واعتقد ان هي موجودة بشكل مجاني ايضا حتى الآن داخل Dreamina فتقدر انت بعد ما تختار الصورة اللي انت عايزها تعمل لها Up Scale طبعا لحد ما يعمل Up Scale انا عايزك تبص على الصورة الصورة دي 2K 2K هتلاقي الجودة افضل وكمان التفاصيل احسن زي ما انتم شايفين لان ال Resolution عالية ايه دي الصورة بعد ما تعمل لها Up Scale بص جمال الصورة المنتجة بالنسبة لي Generate Video لسه في مرحلة البيتا ولازم تعمل Apply علشان يوفقه وانا عملت Apply ولحد دلوقتي مجاش يعني موفقة على ان انا اجرب Generate Video ولكن احنا هنا الغرض هو ان احنا نشوف او نجرب الموديل الجديد من ByteDance وهو C-Dream 3.0 يلا بينا نجرب صورة تانية هنا هبتدي احط الامر بتاعي الجديد وحاختر طبعا 3.0 Buy C-Dream 3.0 وال High 2K وهنا انا هخليه طول 9-16 دي الابعاد وحقول له Generate ها دي النتيجة شخصين قاعدين في كوزي كافي قاعدين يتكلموا مع بعض او يتنقشوا في موضوع مع بعض زي ما احنا شايفين دي النتيجة وتقدر كمان ان انت تعمل Up Scale تعال نشوف مثال المراضي هجرب ان انا استخدم امر بسيط هقول له ها أحنا شاؤ worthy اختار ستاشر لتسعة هايتو كي وحقول جيناريد. اه دي النتيجة هو اعطاني ثلاث صور بس. هنا مثلا. احسن الصورة دي تفاصيلها افضل. ممكن كمان اعمل اوب سكيل. تعال كده نشوف بعد ال اوب سكيل. المفروض كمان بعد ال اوب سكيل الصورة تكون افضل واحسن. اي دي الصورة شايفين الجودة. الستريت باكجراوند. تفاصيل حلوة جدا. هنا ممكن تروح تعمل امبينت. ولو فيه جزء عايز تشيره مش عايزه يكون موجود. مثلا هنا اكبر البراش شوية. ممكن العلامة دي لو انا مش عايزها ممكن اعلم عليها بالمنظر ده كده. وابتدي ان انا احط مكانها حاجة تانية. ممكن الجزء ده كده اقوم كاتبة. تري. بابتدي اعمل جينريت. هنا اعطاني اربع صور. الشجرة بليرد فمش باينة. ولكن هو قام بتغيير العلامة اللي هي الصين اللي كانت موجودة هنا. وحط مكانها الشجرة شايفها قوي. ولكن من المفترض ان هو غيرها لان الخلفية اصلا ليرد. تعال نختبره بقى في حاجة مهمة جدا وهي قدرته على الكتابة داخل الصورة. فهنا ممكن اقول له. احط مكانها اسم حاجة غيرها لمنطق دي جدا. تبريد الحمامده اجابها لا نحن اجابها گوش تانية. تبريد الحمامده سنما تلصر الوضع مهمة جدا. اختار two key one to one وعمل generate ننفذها بجودة شاة جي بي تي شاة جي بي تي فور او اميج هذا الموديل الرائع يعني كان بنفذ لي اول الستايل لو بيدهولي بشكل يعني مظبوط ولكن ده لا يمنع ايضا ان النتيجة حلوة زي ما احنا شايفين وهبي دي الكتابة ايضا رائعة هبي دي هنا في كمان الكتابة هبي دي ولكن ده اقرب شوية للي انا كنت عايزا ايضا هنا هنا اقرب بالنتيجة اللي انا عايزاها وكمان ممكن اعمل up scale عشان نشوف النتيجة بعد الup scale هتكون عاملة ازاي كل ده بشكل مجاني زي ما احنا شايفين يعني حتى الان تقدر تستخدمه داخل dreamina.cupcut.com تلك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو زي ما انتو شايفين بشكل غير محدود حد دلوقتي وحرجع اقول تاني الحد دلوقتي ان ما عرفش ممكن كمان ساعة اللي ممكن يحصل يعني لازم اكون معاكم واقعية الموديلز دي مش بتبقى موجودة لاستخدام كده unlimited مجاني بشكل طويب يعني هو بس بيسيبك تجرب الموديل وتشوفه دي النتيجة الهائية للابسكيلد اميج اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة جاي لكم باحدث موديل لشركة بايت دانس اشوفهم فيديو قادم باذن الله تعالى وزي نبقلكم في نهاية كل فيديو متنسوش تدعمونا باللايك والشير والكومنت لو كنتم متابعين الاعزاء ولكنتو بتشوفونا الاول مرة بتستاشتعمي سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته